السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تهلم تجويد صورة الزخرف برواية ورشع النافع إذن نكمل كما أودكم نقرأ الآيات نستخرج ما بها من أحكام نطبق تلك الأحكام وفي آخر الحصة نقرأ قراء أمر التلل لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا كل حكم أذكره لكم أنتم تعلمون أنني شرحت جميع أحكام التجويد من قبل كل درس في حصة لوحده ولكي تجدوا جميع الدروس مرتبة دروس قواعد التجويد شاهدوا هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نريهم من آية الله هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية هنا الرأو يرقق لأنه مكسور وما نريهم وليس وما نريهم وما نريهم من هنا ميم ساكنة في آخر الكلمة بعدها ميم أخرى في بداية الكلمة التي تلها إذن إضغام تماثل لدينا قاعدة أخرى وهي إضغام شفاوي وهو حكم من أحكام الميم ساكنة نقول وما نريهم من آية هم هكذا يعني بغنام بمقدار حركتين وهنا النون مفتوحة كما تلاحظون وأمامها كلمة آية كما تعلمون تبدأ بهمز ممدود يعني مد البدل مد وقع هنا وقع النقل نقلت الفتحة من همزة القطع إلى النون أصبح النون مفتوح والهمزة حذفت وذلك البدل يعني مد البدل الذي كان هنا أصبح مغير بالنقل يعني بدل مغير بالنقل قلنا مينايات هكذا وما نريهم مينايات هنا تنوين بعده كما تلاحظون كلمة إلا فهي تبدأ بهمزة قطعية مكسورة لكن همزة القطع تلاحظون أنها غير مرسومة هنا كما لدينا مثلا هنا في كلمة أكبر لكن تلاحظون الكسر فقط والهمزة محذوفة لماذا لأننا لدينا النقل كذلك يعني نقل حركة الهمزة المفرد للساكن قبله أين هو الساكن؟ الساكن هو تلك النون التي فتنوين عندما نقول آية تسمعون النون ساكنة آية تلك النون ستصبح مكسورة عوض آية نقول آية ونمر مباشرة إلى اللام لأن النون التي فتنوين تصبح مكسورة لأنها نقلت إليها الكسرة من هنا إذن نقول وما نريهم من آياتي نلا هكذا نلا من آياتي نلا هي أكبر هنا الرأو يفخم اتباه للكاف والبأ البأ هنا لا يفخم لن نقول أكبر أكبر بأ بل بأ أكبر أكبر لماذا؟ لأنه كذلك لدينا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله إذن هنا نقلت الضمة من بداية كلمة أختها الضمة التي كانت فوق همزة القطع نقلت إلى حرف النون أصبح مفتوح كان النون ساكن أصبح عفوا أصبح مضموم والهمزة هنا حذفت وكما تلاحظون قلنا من أختها من النون المضموم إلى حرف الخاء من أختها إذن نقل حركة الهز المفرد للساكن قبله وأخذناهم تباهي للذال وأخذناهم وهنا ميم ساكن بعد حرف الباء يعني إخفاء شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكن وأخذناهم بالعذاب تباهي للذال هنا بالعذاب لعلهم يرجعون هنا ميم ساكن بعد حرف الياء يعني لدينا إظهار شفاوي وبحكم الأحكام الميم الساكنة في هذه الآية رأينا أحكام الميم الساكنة الثلاثة يعني للميم الساكنة ثلاث أحكام هنا الميم مع الميم إضغام شفاوي هنا الميم مع الباء إخفاء شفاوي وهنا الميم مع أي حرف مع ذا الباء والميم فهنا إظهار شفاوي إذن شرحت هذا في درس أحكام الميمساكينة هنا نقول هنا لعلهم يرجعون هنا إظهار شفاوي هنا إضغام شفاوي قلنا نريهم من وهنا إخفاء شفاوي قلنا وأخذناهم بالعذاب إذن جيد هنا الرأي يفخم وهنا مد حركتين أو أربعة أو ستل المد العرض للسكون يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا القاف هنا كما تعلمون يكون في أعلى درجة من التفخيم لماذا؟ لأنه مفتوح وأمامه مد يعني يكون في أعلى درجة من التفخيم لأن حرف القاف من الحرف المستعلية يعني التي تكون دائما مفخمة وقالوا يا أيها هنا يا أيها مد جائز منفصل يمد بست حركات عند ورش لأن كلمة يا فهي منفصلة عن كلمة أيها لأن كلمة يا هي آداته نداء يا أيها الساحر الرأة هنا يرقق لأنه سبق بكسر لصيق به من نفس الكلمة دعو هنا همزة الوصل تسقط في درج الكلام قلنا يا أيها الساحر دعو تلاحظون هنا من الرأة إلى الدال أما همزة القطع همزة الوصل هنا عفوا فهي تسقط في درج الكلام لو بدأنا نقول أدعو لكن في درج الكلام تحذف الدال هنا يقلق القلقلة صغرى نولنا ربك الرأة هنا يفخم بما هدى عندك هنا النون نخفيها مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعد حرف الدال مرقق عندك إننا النون هنا بغنة أكمل ما تكون لمهتدون هنا مد حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العارض للسكون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما الميم هنا بغنة أكمل ما تكون فلما كشفنا عنهم النون هنا نظهرها لأنها نون ساكينة بعد حرف لا من حروف الإظهار إذن لدينا حكم من أحكام النون الساكين والتنوين وهو حكم الإظهار هنا الميم تلاحظ أنه مضموم وذلك للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين فحرك بالضم لأنه كان ساكن والتقى مع حرف اللام هنا ساكن أما همزة الوصل هنا فهي تسقط في درج الكلام يعني يلتقي اللام الساكن مع الميم الساكنة فالميم الساكنة بما أنها حرف صحيح فهي حركت بالضم شرحت هذا الدرس من قبل هو درس التقاء الحرفين الساكنين إذن جيد فلما كشفنا عنهم العذابة إذا هنا تبه للذال إذا هم هنا ميم الساكنة بعد حرف يعني إظهار شفاوي إذا هم ينكثون مع إخفاء هذه النون وتلقي غنة إخفاء لأنه بعد حرف الكهف من الحروف المستفيلة يعني حرف ملقق تبه لحرف الث ينكثون وليس ينكتون ينكثون مع مدن حركتين أو أربع أو ستة المضلع للسكون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه لنهار تجري من تحتي إذن هنا عندما أصل إلى كلمة التهتي سأشرح إذن ونادى هنا إيمالة صغرى ونادى وليس ونادى ونادى فرعون هنا الرأي يرقق في كلمة فرعون لأنه سبق بكسر لصيق به من نسل الكلمة فرعون في قومه هنا مد حركتين لم تصل الصغرى في قومه قال يا قوم هنا كما تعلمون قلنا حرف القاف عندما يكون أو غيره من الحرف المفخمة عندما يكون مفتوح أمامه مد فيكون في أعلى درجة متفخيم اللام هنا لا يغلظ لا نقول قال بل قال يا قومي القاف هنا كذلك يفخم أو فهو مفخم أصلا لكن أقل درجة من القاف الأولى التي هي مفتوحة وأمامها مد إذن هنا مفخم قال يا قومي أليس لي ملك مصر تبه لي الرأة هنا فهو مفخم والصاد كذلك مصر تبه لي مخرج حرف الصاد لا نقول مصر لا ننطق الصاد كالسين مص وليس مص وهذه لنهار هنا وهذه لنهار بدأنا كلمة لنهار بلام مفتوحة ولم نقول أنهار لماذا؟ لأن هنا همزة الوسط تسقط في درج الكلام وكما تعلمون كلمة أنهار تبدأ بهمزة قطع مفتوحة لكن عندما دخلت هيها الألف واللام فنقلت الفتحة إلى اللام يعني إلى الساكن قبلها وهمزة القطع حذفت لذلك نقول لنهار والنون هنا تظهر لأنها نون ساكنة بعد حرف اله من حرف الإظهار الرأة هنا يفخم تاجري نقلق الحرف الجيم قلقة صغرى والرأة يرقق تاجري من تحتي هنا نون ساكنة بعد حرف الت إذن نخفي النون مع ترقيقونة الإخفاء من تحتي هنا قلت لكم عندما نقف نقول تحتي يعني نمديد حركتين ما الطبيعي تحتي لكن عندما نصلها بما بعدها فالياء هنا كما تلاحظون مفتوحة يعني نقول تحتي أفلا تبصيرون هكذا أفلا هنا تبصيرون نقلق الحرف الباء قلقة صغرى تبصيرون الصاد من طبيعة الحلفة ومفخم لكن في أقل درجة متفخيم بسبب الكسر تبصيرون والرأي يرقق لأنه سبق بكسر لصيق به من نفس الكلمة مع مدنا حركة أو أربع أو ست للمد العارض للسكون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أمان خير هنا تبهوا معي كانت أم أنا لكن هنا كلمة أنا تبدأ بهمزة قطع مفتوحة لكن همزة القطع حذفت والفتحة نقلت للساكن قبلها وهو حرف الميم كان الساكن أصبح مفتوح لدينا نقل حركة الهمز المفرد للساكن قبله قلنا أمان إذن من الميم إلى النون لأن الهمزة حذفت أمان وكما تلاحظون هذه الإشارة الصغيرة فوق الألف التي سبق لي وشرحتها ففي درس الألفات السبع فهنا الألف تحذف يعني هذا الصفر أو السكون أو هذه الدائرة المرسومة فوق هذا الألف يعني تشير إلى أن هذا الألف يحذف عند القراءة يعني نقول أمان أمان خير إذن عند الوصل أمان خير الرأى هنا يرقق لأنه سبق بياء ساكنة ولدينا التنوين بعدها وحرف الميم إذن إضغام كامل بغنة أمان خير من هذا نون ساكنة بعدها حرف الهاء إذن يجب إظهار النون لأنه بعد حرف الهاء من حروف الإظهار من هذا الذي اتباه للذال هنا وتلاحظون أن الألف في آخر كلمة هذا حذفت للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين لذلك قلنا أمان خير من هذا الذي هذا الذي المد الأول الذي ستسمعون هو الذي بين الهاء والذال ها تلاحظوا الألف الخنجرية هنا مد حركتين مد طبيعي هذا يعني كما لدينا هنا في كلمة وهذه أو في كلمة لنهار إلى غير ذلك أو مثلا هنا في كلمة أساويرة إذن نكمل إذن قلنا هنا مد حركتين هذا لكن الألف هنا يحذف هذا الذي تباه للذال هنا وهنا هذا الذي هو مهين هنا تنوين بعدها حرف الهاء إذن إضغام ناقص بغنى مهين ولا يكاد يبين هنا مد حركتين أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي هنا مد حركة المد الجائز المنفصل ألقي عليه أساويرة هنا أسا وليس أصا تباه للسين أساويرة الرأي يرقى لأنه صبي قبل كسر لسي قبله من نفس كلمة أساويرة من تنوين بعدها حرف الميم يعني إضغام كامل بغنى أساويرة من ذهب أن نخفيها مع طرق غنى الإخفاء لأن بعد حرف الثال مرقا اقتبال حرف الثال هنا أساويرة من ذهبين هنا التنوين بعده هنا كما تلاحظون همزة القطع محذو يعني لدينا بكل اختصار نقل حركة لازم وفرد للساكنة قبله إذن هذه الفتحة تنقل إلى تلك النون التي في التنوين عندما نقول ذهبين تلك النون ساكنة ستصبح مفتوحة ذهبين ذهبين ونمر إلى الواو لأن همزة القطع تحذف ذهبين ذهبين جاء مع مد هنا ستحركة للمد الواجب المتصل معه الملائكة هنا مد ستحركة للمد الواجب المتصل مقتارنين نقلق الحرف القائف قلقلة صغرى والرأي يرقق لأنه مكسور مقتارنين ومد هنا حركتين أو أربع أو ست للمد العرض للسكون فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه مد هنا حركتين لمد صلة الصغرى قومه فأطاعوه في أعلى درجة متفخيم لأنه مفتوح أمامهم مد وهنا مد حركتين أو أربع أو ست للمد العرض للسكون عند الوقف إنهم كانوا قوما ثاسقين إنهم نون هنا بغنة أكمل ما تكون ميم ساكنة بعدها حرف الكاف إذن إظهار شفاوي وحكم أحكام الميم الساكنة قوما لدينا التنوين بعدها وحرف الفا إذن إخفاء مع ترقي غنات الإخفاء وتهيئ الفم على مخرج حرف الفا قوما ثاسقين مع مد حركتين أو أربع أو ست للمد العرض للسكون إذن لكي لا أطل عليكم أكتفي بهذا القدر وأردت لكم جميع هذه الآيات مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا إذن استمعوا بسم الله الرحمن الرحيم وما نريهم من آية الله هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه لنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نالي إعجابكم ألقاكم إن شاء الله في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر